مساء الخير سينا بلب عبد الله نتمنا في هذه العشر الأواخر إن شاء الله وما تبقى منها أنه إن شاء الله بحل قلتية يرفع لنا البلاء وهذا الوباء هذا وأننا مباشرة بعد العيد نشوفه أيام مشرقة إن شاء الله نعود أن نتلقوا فيها ويتلقوا فيها الأحباب والمواطنات والمواطنين فيما بينهم أكيد طبعا تنقولك نحن كذلك رمضان مبارك سعيد وعواشر مباركة وإن شاء الله نجينا في هذه العشر الأواخر فكان عندنا أمل أننا نشوفه ونشوفه الحباب والأصدقاء والصحاب مباشرة بعد العيد ولكن كانت اليوم الحكومة المغربية تأخذت هذا القرار فشنو القراءة الليدرتي السيد نبيل معبد الله أنت واحد من الفاعلين السياسيين أولا على ما جاء اليوم في اللقاء سيد رئيس الحكومة أمر برغمان كان منتظرا كما قلت بمعنى أنه بالنظر للأرقام والأعداد المصابين والمصابات يوميا واحد عدد المؤشرات كان كيبان بأنه هناك احتمال كبير أننا نضيفه شيء أيام ما كانش الجميع عرف واش عشر يام واش خمستاش اليوم الآن نحن مشينا لما يزيد على عشرين يوم يعني واحد وعشرين يوم ثلاثة الأسابيع أعتقد أنه اختيار صعب لكن في نفس الوقت اختيار اللي خصنا نتفهمه أكيد ومتقولين لماذا؟ لأنه المواطنين باش نتكلموا بصراحة باش ما يكونش خطبناش وياك في الوقت الخشب المواطنين نعياره نعم كل شيء أعتقد طبيعي أننا نعياره لأنه الحياة العادية ما كينهاش لأنه الرزق اليومي ضايع لأن الناس خاصة في فئات شعبية ومستضعفة ما عندهمش القط اليومي كيعيشوه في ظروف ديالاكتداد السكني في عدة حياة شعبية بالدار البيضاء بسلاة بالرباط بمراكوش بكبريات المدن المغربية وكذلك الشأن بالنسبة للعالم القراوي إلى غير ذلك يعني الوضعية المقاولة ودى العالم الشغل كذلك وضعية صعبة فبتلي هاد الاختيار اللي خصويت داد بين البعد الصحي وبين البعد الاقتصادي والاجتماعي ماشي اختيار سهل الله يكون في عون المسؤولين اللي غايت تخدر لذلك أنا ما عنديش مشكلة على هذا المستوى وبتلي من باب المسؤولية وإن كنت أتفهم وإن كنت أستمع للأصوات اللي كتقول بركا وخصا ما تقول شح الله الآن هذا قرار خلطة السلطات العمومية يتعين أن نلتزم به قدر الإمكان وأن ننضبط لأن الطراخي يمكن يؤدي بنا إلى كارتة حقيقية على مستوى العدد المصابين والمصابات على مستوى الناس اللي غايت يولجوا المستشفى وربما تجاوزوا طاقات الاستيعابية دير هاد المستشفى وبالتالي غايت تقوم في هاد الأزمة اللي عندها أبعاد أخرى بالغيظة فالعناصر التعتيرات الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن نطلحوا شيء تعتيرات أخرى للمغرب في غينة عنها نلتزم نعم ولكن بالمناسبة بغيت نقول الآن بما أننا عارفين سوف نمشوا حتى العشرة لو أن نبدأوا ننقش نفتحوا النقل نعم ومزيان أنكم في القنوات العمومية في المواقع في شادر تيبي مثلا بالصوت وبالصورة لكن كذلك أنا أعتمد من القنوات العمومية بأنهم الآن يفتحوا واحد النقاش مع الفعاليات الأساسية دي البلاد نشوفو كيف سنواجه المستقبل باش نحاولون وضحوا الصورة للمواطنات والمواطنين ديالنا باش ما يبقوش واحد النوع دي التساؤل والغموض والأمور غير واضحة بالنسبة لما نخرجه نعم